والله سبحانه وتعالى نبههم وحذرهم حذر المنافقين في المدينة المنورة بل هددهم تهديد خطير كيف لنا أن نتعامل مع هذه الفئة وهؤلاء يستدرجون فرائسهم بهذا الأسلوب بأنهم حياكم الله متابعين الكرام لم يخل منهم جيش النبي صلى الله عليه وسلم وما غزوة أحد وما حصل فيها من تخذيل المنافقين عنا ببعيد فهذه سنة الله في عباده وكما قيل لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرقات فكيف لنا أن نتعامل مع هذه الفئة وما مدى خطرهم على الأمة المسلمة يجيبنا عن هذا الدكتور ياسين علوش عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب مرحبا بكم دكتور حياكم الله حياكم الله دكتور يعني في كل حين وفي كل زمن تظهر نوع من هذه الفئة فئة المنافقين دكتور فهل ظهور هذه الفئة دكتور هي بدعا من الزمن أم هي سنة ربانية متكررة بين كل حين وحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين كما ذكرت في مقدمتك أن المنافقين لم يخلوا منهم خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم والزمان الذي كان فيه بل إن وجود المنافقين في أي زمان دليل على عزة المؤمنين وقوتهم فالمنافقون لم يكونوا موجودين في مكة المكرمة لضعف المؤمنين في ذلك الوقت والمسلمين لكنهم وجدوا في المدينة عندما أصبح للمسلمين دولة وعزة وتمكين فهذه الفئة التي هي كالسوس الذي ينخر في جسد الأمة وفي عظامها هي الخنجر المسموم الذي يمكن أن يطعن الأمة في خاصرتها بيّن الله تعالى لنا خطرهم بيّن الله سبحانه وتعالى لنا أوصافهم بل إن الله أنزل سورة وأسمها بأسمائهم بوهي سورة المنافقون وذلك لبيان خطرهم على الأمة لأنهم كاللص الذي يكون من داخل البيت هذا أخطر ألف مرة من اللص الذي يأتي من الخارج فإن اللص الخارجي يمكنك أن تحتاط إليه بإغلاق النوافذ أو الأبواب أو نحو ذلك لذلك خطرهم عظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر الأمة منهم ومن أمثالهم دكتور برأيك نحن نرهم أذل عند الأعداء وأذل عند المسلمين دكتور دكتور برأيك ما الأسباب التي تحملهم وتدفعهم لفعل هذه الأفعال أفعال المنافقين النفاق مرض قلبي وأمراض القلبي إنما تأتي بسبب ضعف الإيمان ضعف الإيمان ضعف الثقة بالله سبحانه وتعالى هؤلاء أناس يقدمون الدنيا على الآخرة هؤلاء أناس تسلل هذا الخوف وهذا الفزع من القادم من المستقبل كما يسمى فبعضهم يحاول أن تكون له عند العدو يد حتى يضمن مستقبله أو مستقبل أطفاله كما يقال هذه كلمة المستقبل التي صدعت رؤوسنا والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في هؤلاء فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يعني قدموا للعدو خدمة ما حتى يضمنوا لأنفسهم إن سيطر العدو على بلاد المؤمنين والمسلمين كانوا هم في معزل عما نعم في أمان وعافية هم ومن يلوذ بهم دكتور برأيك الآن أو في كل وقت أهم دور يقوم به المنافقون يعني يعرفوا بهم ما أهم صفة بهم في وقت مثلا احتدام أهل الحق مع أهل الباطل أهم ما يقوم به المنافقون من خدمة للأعداء هو الإرجاف والإرجاف هو بث الذعر والخوف بين صفوف المؤمنين والمجاهدين لا سيما تخويفهم من العدو وذلك بنشر الأخبار الكاذبة وأحيانا تطخيم الأخبار الصادقة وذلك بتعظيم العدو في أعين الناس أنه عدونا كذا روسيا إيران قوات النظام سيهجوم النظام سيتقدم هذه المناطق يعني ستذهب لا محالة نشر الذعر والخوف في قلوب الناس والله سبحانه وتعالى نبههم وحذرهم حذر المنافقين في المدينة المنورة بل هددهم تهديد خطير فقال الله سبحانه وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل سنة الله فالذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل يعمل هؤلاء على خدمة العدو بتسريب المعلومات له بشراء ضعاف النفوس فهم كالجرثومة التي تتوسع والسرطان الذي يكبر في جسد الإنسان المريض هم لا يكتفون بأنهم مرضى لكنهم أيضا يجندون من يلوذ بهم يجندون ضعاف النفوس الذين منهم حتى يكونوا غلبة على المؤمنين والمجاهدين فينقلبوا عليهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر أمتنا وأن يطهر مجاهدين من كل منافق ومن كل خائن وعميل إنه ولي ذلك والقادر عليه طيب دكتور كيف لنا أن نتعامل مع هذه الفئة يعني أنا ممكن أشعر بهم لكن كيفية الطريقة بالتعاون معهم كيف أولا الله سبحانه وتعالى فضح أمرهم وكشف أوصافهم وكتاب الله سبحانه وتعالى مليء بذكر صفات المنافقين فمن صفاتهم الكذب من صفاتهم المراءة من صفاتهم أن أعمالهم لا تكون الله سبحانه وتعالى من صفاتهم حب الدنيا من صفاتهم البخل الله سبحانه وتعالى قال يقبضون أيديهم فهذه صفاتهم وقد كشفها لنا رب العالمين سبحانه وتعالى علينا أن نحذر منهم علينا أن لا نتعامل معهم وعلى أولياء الأمور أن يعقذوا على أيديهم وأن يحاسبوهم وأن لا يسمحوا لهم بالانتشار في بلاد المسلمين ولا بين المجاهدين وهذا لا يحتاج من كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرت قبل قليل قتلوا تقتيلا فإذا لا يجوز التهون معهم في أي حال من الأحوال لأنهم هؤلاء كما قلت كالسرطان الذي ينهش في قاصرة الأمة وفي ظهرها فلا بد من الحذر منهم وعلى الناس المؤمنين أن يحذروا منهم أن يحذروا من تسللهم لأن هؤلاء كالشيطان لا يأتي ليأمر المؤمن بأن يعصي الله سبحانه وتعالى بالزنا لكنه يأمره بأن ينظر النظر الحرام يأمره بأن يخلو الخلوة المحرمة وهكذا وهؤلاء يستدرجون فرائسهم بهذا الأسلوب بأنهم يعطوهم شيئا من امتيازات الدنيا من مالها من جاهها غير ذلك ثم بعد ذلك يقعهم في الفخ فإذا وقع أحدهم في هذا الفخ الخطير ربما لا يستطيع الخروج منه نسأل الله تعالى العفوة وآفية آمين جزاك الله خيرا دكتور وبرك الله بكم نترككم متابعين الكرام مع فاصل قصير ثم نتابع معكم الإجابة عن الأسئلات الفقية مع الدكتور ياسين عنوش نعود إليكم وتابعين الكرام للإجابة عن الأسئلة الفقية حياكم الله دكتور وحياكم يقول السائل الدكتور أنا مقيم في تركيا وخطبة الجمعة تكون باللغة التركية ولا أفهم ما يقول الخطيب فهل يعتبر هذا عذرا لي للتخلف عن الخطبة بداية نحن نذهب إلى صلاة الجمعة لأنها فريضة فرضها الله تعالى علينا وبغية اكتساب الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى المصلي وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أجر التبكير إلى صلاة الجمعة في حديثهم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة أو كبشان أو غير ذلك طبعا ليس المقتود الساعة هي الساعة الزمانية الستين دقيقة وإنما هي الفترة الأولى من الوقت فبغية اكتساب هذا الأجر فالأولى أن يحضر وإن لم يسمع يمكن أن يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى ولكن لا يقصر في الذهاب فأنا لا ذاب إلا إلى الصلاة هذا ضي على نفسه أجرا لا أرى أن يضيعه السؤال التالي دكتور نرى بعض الناس يقبلون يد الشيخ كلما دخلوا للمسجد فهل هذا يعتبر من التكريم أم من الغلو في الشيخ ذكر الإمام النووي رحمه الله استحباب ذلك ولكن بضوابطه وهذه الضوابط أن يكون للوالدين تقبيل يد الوالدين وتقبيل يد أهل الصلاح وأهل العلم والفضل دون مبالغة أو غلو في المسألة فمن هذا مثلا من المبالغة التقبيل المتكرر بحيث أنه إذا لم يفعل يربما يلام أو يعاتب على ذلك لا ليس كذلك ولا أرى أن هذا الشيخ وهذا وإن كان هو رجلا صالحا فالأولى هو ليس لن يكون كذلك ألا يتشوف لذلك ألا يعرض ذلك وألا يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار فهو لا يتشوف لذلك وأهل الصلاح والفضل لا يتشوفون بل يمتنعون نرى كثير من علماء الصالحين إذا أراد أحدهم وأحد تلامذتهم أن يقبل أيديهم أبعدوها وسحبوها عنهم فهذا في أيضا خطأ شائع بين العوام أنه يقبل اليد ثم يضعها بعد ذلك على جبينه ماذا يفعل؟ فهو ينحني ويطأطئ برأسه حتى يصل إلى الجبين فهذا يخشى أن يكون فيه تشبه بالركوع أو السجود أو التذلل فهذا لا ينبغي فأقول أما تقبيل أيدي الصلاطين والأمراء وأصحاب المال والجه فهذا مكروهم بل قد يصل إلى الحرمة السؤال التالي دكتور ما علامات الرؤية الصالحة؟ قسم العلماء ما يراه النائم في الرؤية أو في المنام إلى ثلاثة أنواع الرؤية الصالحة التي سألت عنها والحلم الذي يكون من الشيطان وما يسمى أضغاث أحلام أو ما استقر في النفس من حديث اليوم يعني أبدأ في هذا النوع الأخير إنسان إذا كان منشغل في أمر ما في عمل في تجارة في كذا في امتحانات الآن نحن مقبلون على الامتحانات فقد يراها في منامه لأنه يعني منشغل فيها في ذاكرته فهذه ليست من الرؤية النوع الثاني وهو الحلم الذي يكون من الشيطان وهو ما فيه تخويف وتذعير أو ما يسميه العوام الكابوس أحيانا أو نحو ذلك فهذا النوع الثاني الذي على الإنسان أن لا يحدث به وأن يستعيد بالله تعالى منه وليعلم أنه لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى أما النوع الأول وهو الرؤية الصالحة التي يراها المؤمن وهي رؤية حق يرا فيها جلب نفع إليه فيها بشارة بخير فيها تحذير من شر قد يصيبه فهذه الرؤية الصالحة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحدث بها وفي بعض الرواية تحدث بها من تحب لا من يبغضك أو من يحبك لا من يبغضونك حتى لا يصيبك أو يلحقك منهم حتى لا يصيبك أو يلحق من حسدهم أو غير ذلك فهذه الرؤية الصالحة التي يراها المؤمن يقول ما علاماتها أولا أن يكون صاحب الرؤية صادقا فصدق الرؤية فرعا عن صدق الرجل والمرأة أنه صادق في حياتي ثانيا كما قلت أن يكون فيها بشارة في خير أن يحفظ تفاصيلها أحيانا أن تتكرر ونحو ذلك مما يعرفه أهل الاختصاص في التأويل لكن دعني أن ينبه إلى نقطة وهو الغلو في تفسير الرؤية بعض الأشخاص ولا سيما النساء كلما رأت رؤية يجب أن تبحث عن جواب لها رأت أنها تأكل مثلا باذنجان يلا بن سيرين باذنجان باذنجان يعني هذا من الغلو المبالغة التي لا ينبغي وإنما هي رؤية لا تضر ولا تنفع إن كانت رؤية صالحة يستبشر بها يحدث بها ومنها أقدارنا كتبها الله سبحانه وتعالى قبل أن نخلق يقول السائل دكتور عندما أشاهد مقاطع الفيديو على مواقع التواصل تمر مقاطع لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا أستطيع أن أتركها حتى أشاهدها ما نصيحتكم حتى نترك هذه المعصية بداية أنصح بما أمر به رب العالمين وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم بل حتى في حق النساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم وفعل الإنسان أن يمنع نفسه وأن يجاهدها من أن تنظر وأن تقوده إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى فالنفس تدفع إلى ذلك إن نفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ثانيا الإدمان على ذلك والإكثار منه يؤدي بالنفاق وجود النفاق وإن لم يكن نفاق عقيدة فنفاق عمل فآثاره خطيرة ولا تحمد عقبها بل قد يقود الإنسان النظر إلى ما ربما إلى ما هو أخطر من ذلك نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فيحصل ما لا ينبغي للمؤمن أن يقع فيه علي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله السؤال التالي دكتور تقول السائلة نزل اسمي باستفادة من مشروع قسائم شرائية خاصة بالألبسة قيمة القسيمة ثلاثون دولارا وصاحب المحل أو التجار يشترونها بخمسة وعشرين دولارا إذا لم يرغب المستفيد بشراء الألبسة فما حكم هذا البيع؟ بداية الحقيقة يجب علينا أن نلتزم بشرط المتبرع شرط الواقف قال العلماء شرط الواقف كنص الشارع فإذا منعت ونهت المنظمة والجمعية التي وزعت هذه القسائم منعت بيعها فالأولى أن لا تباع فإن أذنت بذلك أو سكتت عنه فيجوز بيعها ولكن لا تباع بنفس العملة التي قيمتها فهذه المرأة تقول أنا حصلت على قسيمة ثمنها ثلاثين دولارا فلا يجوز أن أبيعها بخمسة وعشرين لا يصح هذه أصبح من ربا الفضل لأن هذه القسيمة تمثل شيكا ماليا أو نقديا الخروج من هذا هو بأن تباع بعملة أخرى فأن تباع بالليارة التركي مثلا بكم؟ والله بألف ليراء بألف خمسة مئة ليراء تركي فلا حرج في ذلك والله وعلا السؤال الثاني دكتور هل يجوز الجهر بصلاة السنن بعد الصلاة الجهرية؟ ذهب العلماء بالاتفاق إلى أن السنة للنوافل لا يجهر بها فمن أراد أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجهر بالسنة للنوافل لا يجهر بها لكن يمكن أن يرفع صوته قليلا أثناء القراءة بما يسمع به نفسه مما يذهب عنه الشروط شروط الذهن والغفلة ونحو ذلك هذا لا حرج فيه وأما أن يجهر بها كما يجهر في الفريضة فهذا خلاف السنة السؤال التالي دكتور أعمل في معحد شرعي وعندنا مصاحف موقوفة ولكنها قديمة وممزقة كيف لنا أن نتخلص منها؟ التخلص من المصاحف المهترئة التي لا يمكن الانتفاع منها طبعا أمكن الانتفاع منها بإعادة تأهيلها أحيانا الغلاف أو الجلد يكون فيه هريان أو تعب يمكن أن يبدل فهذا أولى فإن تعذر ذلك واستحال أصبح خلص لا يغير ممكن يتخلص منها بالحرق بأن تحرق وتدفن ويمكن أن تدفن فقط دون حرق بشرط أن نأمن أن لا يأتي من يعبث بها أو يعفر ويخرجها في ذلك فبأن لا تكون في مكان تمتهن فيه فإن يمكن أن تحرق ثم يدفن حتى لأن أحيانا بعد الحرق قد تبقى بعض الكلمات ظاهرة والله أعلم السؤال التالي دكتور ما حكم أطعام السمك الدجاج الميت يقاس هنا السمك على ما تسمى الجلالة وهي الدجاج التي تأكل الروثة والفضلات النجسة إن كان غالب طعام السمك من النجاسات ومنه الدجاج الميت أو الأغنام والأبقار الميتة إن كان غالب طعامه منها فهو كالجلالة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تعزل يعني يعزل عنها الطعام النجس ثلاثة أيام فأكثر فلا تطعم إلا طاهرا حتى ينظف لحمها وجسمها ثم تؤكى بعد ذلك فإن كان ليس هو غالب إنما هو من بعض طعامها وليس هو الغالب فلا حرش فيه السؤال الأخير دكتور ما معنى قول ينسب هذا القول لسيدنا عمر رضي الله عنه والحقيقة أنه لم يثبت عنه أنه قاله والمقصود به هو التقشف والزهد في الحياة الدنيا إن كان المقصود بهذا الزهد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا حرج ولكن هنا أيضا هذا لا يفهم منه ترك نعمة الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى استحب لنا أن نتنعم بنعمه فقالوا أما بنعمة ربك فحدث فلا بأس مع شكر هذه النعمة لكن يمكن أن ينتفع بهذا القول أن لا يبالغ الإنسان في التنعم حتى لا يصل إلى الترف الذي فيه الإسراف وإنفاق المال في غير محلي ونحو ذلك والصبر أحيانا نقول اخشوشنوا إذا كان الموضع موضع صبر في فقر وفي حاجة ونحو ذلك من باب إكرام نعمة الله سبحانه وتعالى وحفوها بارك الله بكم دكتور بارك الله بارك وشكر الله لكم هذا اللقاء إلى هنا نصل معكم متابعين الكرام لنهاية هذا اللقاء شاكرين لكم حسن السماع والإنصاد ولا ننسى أيضا شكر الدكتور ياسين علوش على حضوره ومشاركته معنا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة